السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي اخواتي مرحبا بكم. يوم ان شاء الله سنقدم لكم شبكية المعتمدة عندي الرمضان ان شاء الله. الله يدخل عليكم صحة والسلامة وعواشر مباركة. كما كتشوفوا شبكية دينا كتشيه الشرط طبع جدا وشربة العسل. احسن ما يكون شبكية دي الدار. خليكم مع الفيديو وما تمشيوا فيه. وما تنسوش دعم فضلا وليس امرا. دوزوا ان شاء الله للطريقة ولو مقادر. عندنا هنايا نصف كيلو ديال الطحين او الفورس. نصف كاز زيت العود مع زيت البلدية مخلطين. كذلك كازتين جنجلان بصهد ومحمار مزيان. ونصف ربع كازت يزبدة. وعندي كازت يزهر دوبة فيها ضويمة ديال الزعفران. وزرار كذلك النافع حبة حلاوة. والقرفة مع علقة مع علقة مع علقة بمسوحة. مع مرش بالساف. وغادي نحتاجه صفر بيضة. هنايا غادي نضيف النواشف هم اللولين. كنخلطهم زيان مع بعض. كذلك قرصة ديال الملح. لتصحيح الضوك. هنايا ججلان كما عليكم طحين مزيان. حتى تلحصلوا لديك التعليكة ديال ججلان. باش ما تصعبش عليكم شباكية في توراق. كنا بس بسوط طحين مزيان. ممكن تخلطوه في الميكسور. كامل تشي في الميكسور. ممكن تعتمدو على الطريقة التقليدية كما كان دير انا. هنا غادي نحتاج الغربان نغرب له. ولكن انا عندي هنا غادي نصف كيلو ديال الفورس. او نصف كيلو ديال نصف كيلو ديال الدقيق. هنا غادي نحتاجوا غير واحد صفاية. غادي نغربه فيها. غربها الصغير او صفاية. باش اه باش نتفادوا دك الحوبيبات اللي كيبقوا لنا في الطحين ديالها مع جينجلانة مع دك المكونات اللي ضفتليه كامل الفورس. كنقوا مستمرين كنغرب له بحل ما هاك واحدة. كنحصله على داقيق ليين زيما تخلط لناك عن عناصير. هنايا كنضيفه السوائل زبدة مع الزيت. كندير واحد معي القا صغيرة ديال خميرة كيموية. واحد سمعي القا صغيرة ديال خميرة الخبز. مقادر ابسط مقادر طريقة سهلة جدا. هنا غا نحتاج اصفر بيضة ممكن تطفل بيضة كاملة. انا مقادر ابسط جدا وكد شي حلوة رائعة جدا. ما ننسوش كذلك واحد معي القا كبيرة ديال خل. وكنخلط كل شي مع بعض. هنا كنبس بسعة وثاني في اللي وضفنا على النواشيف وده بضفنا السوائل وكنبس بسعة طحين. نازل. وفيك نقام استمرين بعد طريقة. من بعد كنضيفو هذك الكاسة ديال الزهر اللي مدوبة فيه هذك الضويمة ديال الزعفران. ولي عنده الزعفران الحر احسن. هنا كنجيبو هذك الكاسة ديال الزهر اللي مدوبة فيه كنبس لكم طويمة ديال الزعفران. كنخلط بيه وهنا غادي نشوفوش غادي يخصني. الى خصني غادي نزيد مازال مزهر. هنا ما كنضيف شان الماء كنكمل غير بالمزهر. هنا تبارك الله عن سكيلو ديال الفورس. اعطاني تبارك الله شبكية تقريبا ثلاثة كيلو. هنا هي كنزيد مازال مزهر. غادي نضيفنا السكاس. ونشوف المازال خصني غادي نزيد مازال. المهم حتى تجمع ليه العجينة. غي ما تكونش العجينة جارية وما تكونش قاسحة عودتاني بالسعف. باش تسهل علينا فاتوراق. ما تكونش متلوقة. الى كانت متلوقة بالسفر غادي تجيكم بقاسحة. وإلا كانت عودتاني قاسحة بالسفر ما غاديش تسيبو كيفش بكوها وكيفش تورقها غادي قد تقطع ليكم. من احسن شي ما قاسحة ما جارية. هنا رزت واحد القريسة سيتمصورش ليكم. كنحصل على هاد العجين بحالات الشكلة هادة. كما كنتشوفو. مقاسح مجاري. كانتنا نقسموها كويرات صغيرة. تورق طاعة ولا ما يمتقطعين بيديكم باش ما قطعسو. كنديرو كويرات غاية صغارين باش تسهل علينا نورقوها مضغية ما نديروه مش كبار. هنا ممكن تضعفو الكيمية. ديال المقادر. المهم هاد المقادر اللي درت انا مضبوطين. كنش شبكية رائعة. يا لاتبعتو الماء هاد لاتبقتو هاد المرحة هاد طريقة ديالي والمقادر اللي درت انا اغتشيكم شبكية رائعة. هنا هي بالنسبة اللوز اللي بغي يطيف اللوز حتى هو ممكن تضيفو اللوز. انا مادرتش اللوز اللي بغي يطيفو يطيفو. هنا هي كان نحتافض بعض الكويرات حتي اه حتي يرتاحوش شوية. ومن بعد كان ارجع باش كان ورقهم. مش عفوان هي كان طويهم. كان ورقهم واحد شوية. وكان طويهم على شكل مسمنه. كان حتيافض بيوم ما زال يرتاحو شوية عاد كان ورقهم. ما تنسوش خوتي تشجعوني فضلا وليس امرا. لايك اشتراك مع التفعيل الجرس. وما تنسوش شي تعليق محفيز. جزاكم الله وخيرا. هنا كنا نطويهم مع هاتش شكل هاكو. باش كتشينا شبكية ديان مشعبة. نطويهم عشكل مسمنه. كما كتشوفو العجينة بعد مرتاحة كتشينا ساهلة. باش كنا نسرحوها. هاكده كنا نستمر في العمليين في الكويرات كاملة. وكان حتيافضو بيهم حتى كيرتاحوا واحد شوية تقريبا نص ساعة. وكان دوزو باش نورقو. هنا يا بعد ما ارتحت لي العجينة. انا ربيت في اللغول. ما نصورش لكم اللغول. المهم قولي يا واحد جوجة جوجة حبات. من جوجة كورات. غادينا نشارك معكم نوريكم بطريقة كيفاش ورقته وكيفاش قطعته وكيفاش شبكت. كانتمنى ان شاء الله تفهموا الفيديو مزيان. ضروري هات العملية هادي باش كنتجينا الشبكية ديانة مزيانة ومجعبة. وعجينة كما كتشوفونا ما كتصعب شعلينا باش نورقوها. كنتجينا ساهلة كتصرح. مكينش شي صعوبة. اما اللي جيتوا تدروها منا كي كتت تقعدوهم وتبدو وتورقو فيهم. مرة ما كتشيكم شوية صعيبة. من احسن تسهلوا علينا نخلي العجينة ترتاح واحد شوية. واحد نصف ساعا للساعة. ومذلك ساعا مدوم. تشبكو. نورقو بهاتشكل ومدوم تشبكو. غيال العجينة خاصة تكون مرقة مزيان. كي ما كتشوفو العجينة ديانة ما كتقطع علينا موالو. وهدا السر دي عجينجلان انه مطحون مزيان. كذلك نافع وحبة حلاوة. والقرفة حتى وما مطحونين مزيان. ومغربلين. مكينش شي حاجة اللي هي حرشة اللي غادي تقطع علينا العجينة. دائما لابدوا تخدموا شي حاجة في المطبخ دائما تتعطيوا الراحة لنفسكم. وكتعطيوا الراحة لهذيك العمل اللي غادي تخدموا. اللي غادي تخدموا حتى هو. كي ما كتشوفو هنا يا بقي خصها شي شوية. نورقها نزيد مازال باش ما تجينش بكية ديانة غليظة. كنت تستمر غير بها الطريقة. مكينش شي صعوبة. مكينش نسهلة باش نورق. لما ما نحتاجو هنا لا وراقة لوانو. كي ما كتشوفو العجينة والديالتيرا ولت شوية متورقات مزيان. يعني كي بلي انا خصني زيدها واحد شوية. هنا عندي الوراقة ولكن ما بغيتش انا نجبدها ما قلت ما كيلاش. نهد المقادر وهالطريقة اللي كندير انا بلا وراقة بلا والو كنورقها باكة. تيني سهل احسن قام ديك الوراقة دور دور لو ما هدي حسن. وحدة وحدة عليا. عفوا. كنت ستمر العجين كامل بها الطريقة كي ما كتشوفو دبه هنا العجينة ورقة ليام زيان. باقي غادي دبتان قد آآ كنقلب آآ سميتو عاكو على الضو وكتباليا شي بلاسة غليضة. كنحاول نصرحها. باش تباليا آآ نقدم عا الضو باش تباليا بحال بحال كي جناب كنوص كل شي لابنت لكم شي بلاسة شوية بقى بقى غليضة. حاولوا تصرحوها. باش ديكم شبك اياه بقى ده. بيجي شي حاجة غليضة وشي رقيق شي غليضة. من الاحسن خصيد شي كاملة ورقة واحدة. كنحتاج كالجرارة هادي. هاد الحاشية كان دي رايين للتحتاني هي ياقع باش ما نضيعش الغجينة. وصافيك ونقطع بيها وممكن دينا تمر جرارة اخرى. المهم خمسة دي الاصابع. هادي كتشيني سهلة كتقطع لها ضغية مش بحال جرارة. كي جون قادي. الشرارة موجودة في جميع المحلة دي لالحلوة اللي كي بيعوا اللوازم دي لالحلوة. هاد طرف اللي بقارية خنحتفظ به ما كنجمره شمعه على الجينة نعود نورقه. وش الاخر غادي نحييضه. كنجمعه معه الثاني نديره مكور اخرى. ونحتفظ بها حتى الترتاح ونعود نورقه. هنا الطريقة ديال الشبك رساه له حتى هي تبعه معايا. كنناخده جوج الاصابع اللوله كنديره رجل على جوج الاصابع الثانية كنقرير الصبع الاخير كنجيبه من تحت. وكندير صبع الوسط الكبير. وكنجمع عليها هاتك الجوانيب. كنشدهم زيان. وكنهبط هاتوك الجوج اللي مجيب خلال ديال الصبع. صافي بالطريقة هاتي كنحصل على شبكة سهلة ورائعة. تبعوا معايا الطريقة جوج اللولين على جوج تانين والتالث كنهبطو تحت. وكنشدهم زيان. وكنخرجوا بحط الطريقة هاتي بشكل. صافي شبكي ذيالنا هي هاتي. كنتجي زالة. كنتمنى تكونوا فهمتوا الفيديو. مهم انا غادي نستمر معاكم حتى نسالي هادو كاملين. باش تفهمهم زيان. ما بغيش نصف سرعي فيديو ويباش تفهمو. نا كين المبتدئة لي بقين يلا عبادين غادي صابوش شبكية نزل ما عارفينش. هالطريقة جيهم سهلة. كين الطريقة اللولة اللي كنا سنديرو في اللول اه دبا هني درتها دي على حساب مبتدئات. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. كنتستمروا بحالها كنتا. كنت ساليو العجين كامل وكنخليوها ترتاح العجينة. كنتخليوها حتى كنتشف مديانة قربين واحد ساعتين تلات تسويع. ولا كن ممكن تخليوها تبات حتى الغدليه. ولا كنتدرطها في الصباح ممكن تخليوها حتى الليل وطيبوها. باش يلا تجيكم ناشفة. تبقاش فيها نمو. وكتجيكم قرمشو ومع السلامة جاعبه وشربه العسل. لما يتكملوش العجينة بتشباك وتبدو تتقليو في هذه الساعة. انما قتخليوها ترتاح شوية. باش يجيكم شباكي ديكم زيانة. كانت سمنى الاوديو عفوا كانت سمنى فيديو كون واضح. يكون مفهوم. طيب كي كانت قاية في الجن حتى هو ما نضيعوش حتى نتاوي نورقو. حتى طويتو علاجوش دروري ما نورقو باش ما يجينيش غليط. طعام علاجوش هتخرج لياجوش حبات. صفي نايد ندبه بعد مدهس واحد المددية لساعتين تثلي في السواع. انا ما خليتاش حتى لي. ما يمكن ان نقلي فيها ويمكن نقليوها بحلقة. ويتحصلوا على هاد اللون الدهابي. انا اعتمد على هاد العوية في اللول كان نقلب بي ولكن الهزان ده كتشين شوية صعيبة باش منزبية ببعدو. ضروري ما نعاونو بشي حاجة. ضروري هاد اللون ما تخليوش شباكية ديكم تزليها العافية بززف باش ما تجيكم شكحلة. المهم طيب مزيان. وما تخليواش بزيتها تكحال. باش جاعتكم لون الدهابي شباكية. كانت تزمرو في العجينة ديانا كاملة حتى كم سليوة. لابنت لنا شي حاجة بقى من الجهة شي جديها بيضة ولا شي حاجة. نعاونو نردوها حتى الطيب. هناك نرمي الرميات الثانية. ضروري. عفوا في البداية ما نصورش لكم في البداية ديان الرمية. ضروري الزيت حتي طيب مزيان تيغلى مزيان. ماش يغلى. غي سخون مزيان. باش كترمي الرمية خاصة حلاقة. تكون لكم اطلع لكم كشفوش هديه الزيت بحلاقة. هدي الشباكية ديانا بعد ما كملت العجينة كاملة. كانت منى ان شاء الله تعجبكم. وانتمنى ان شاء الله تجربوها. رسهلة وبسيطة. وما تبخلوش عليها بلايك اشتراك. فضلا وليس امرا مع تفعيل جرس وكمونتر محفز. وعباشر مباركة. الله يدخل عليكم بصحة والسلامة. وكانتمنى ان شاء الله الامة محمد كاملة ان شاء الله رمضان مبارك سعيد. كما كنتشوفوش بكية الشيشة بسف وشرب العسل. نخليكم ان شاء نخليكم ان شاء الله حتى الاخر فيديو. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة